أهلاً فيكي. أهلاً وسهلاً. حسيتك متفاجأة من الكلام اللي كنت بتجريه؟ ده الصراحة يعني ده اللي بيخليني أكمل فلما بشوف كلام حلو وبنبسط جداً لأن ربنا عالم المجال ده مش أسهل حاجة خصوصاً لما بنخش وإحنا صغيرين فلا بيبقى حاجات تفحصة. ليه مش أسهل حاجة؟ مش أسهل حاجة لأن في السن ده بنبقى ممكن نقول تايهين شوية لسه بنكتشف حاجات عن نفسنا فإحنا بنحب إيه ما بنحبش إيه فلما ده بيحصلوا الناس يعني بتبقى مركزة معنا شوية ده ممكن يخلي الموضوع أصعب بس الحمد للله يعني أنا أمي يعني وعيلتي عمتاً أمي طبعاً بتبقى معي طول الوقت ولولها ما كنتش هوصل لأي حاجة صراحة. صح يا مامتك موجودة معاك وتشرفنا من عرفنا عليها تحية لها. أيها طبعاً يعني يعني من غير عيلتي ما كنتش بجد أعرف أكمل لأن ده بيحتاج سبورت غير طبيعي من العيلة وأنهم بيتعاموني ده شرف كبير ونعمة كبيرة جداً يعني أتمنى برضو أن الأهالي لما يشوفوا أنه يعني أولادهم بيبقوا عندهم موهبة دي بتبقى أهدايا من ربنا في ريتنا نتهز الفرصة دي ونعمل حاجة بيها فإحنا ندعم أولادنا دي أهم حاجة يعني. أي لا هو طبعاً يعني شيء رائع أنه أهلك يعني آمنوا فيكي وفي موهبتك ودعموكي لما بدأت ياسمينة كم كان عمرك؟ كان عندي 11 أو 12 سنة بس كنت بابتدي يعني أشتغل عن نفسي أنا عندي عشر سنين لما اكتشفت أن أنا نفسي جداً أمثل. بدأت أنا مولودة في سويسرا عاشت هناك عشر سنين وتربيت هناك وكنت يعني كنت بروح بالي ويعني يغنى وكواير وحاجات كده. وحبيت جداً موضوع البرفورمينج وأن أنا بحب أقف على مصرح بحب أن أنا أقدم حاجات جديدة وقدم حاجات مختلفة. فمن بعدها كنت بتفرج علي بهايند السينز من أكتر حاجات كنت بتفرج عليها وقتها فكنت بأوري بقى الماما يعني نفسي عملت كده جداً. فبتديت يعني بعدين نقلنا لدوباي لما كان عندي عشر سنين وأكشفت كل حاجة في الإمارات وبتديت كل حاجة في دوباي. ودخلت بقى كاستنج ايجنسيز وحاولت أن أنا أشتغل على نفسي بكل الطرق الممكنة فبتديت أكشفت الأعلانات وبعدين يعني شورت فيلم زي أفلام قصيرة وبعدين مسلسلات وكنت بأخد ورش تمثيل كنت بروح مدرسة أربعة سنين كنت بدرس مصرح غنائي فده الخلفية بتاعتي برضو المصرح غنائي. فلا كنت يعني ومازال يعني أنا بحاول أشتغل على نفسي بكل الطرق الممكنة عشان أكون أحسن وأحسن وأتعلم حاجات أكتر وأكتر. عفكرة أنت مبهرة حبيبتي ربنا خليك والله العزيم لأنه ما شاء الله اللي أنت قلتي ده يعني مش سهل إن واحدة من عمر عشرة سنين تكون عارفة إيش تبغى هدف. وتصير تشتغل عليه وتشتغل عليه وتشتغل عليه وتشتغل عليه أنت بتتكلم يعني الموضوع يعني بترسيك أنه شي سهل بس ومش سهل أبداً. ومش سهل خالص للأسف يا ريته سهل. صراحة وتحية لأهلك صراحة ووالدتك تحديداً يعني صراحة على هذا الشيء. صراحة ووالدتك تحديداً. صراحة ووالدتك تحديداً.